سامي إصابات جديدة يعني قوميز البلايهي المفرج يعني هل ممكن أن يتم يعني أن يتدخل الاتحاد بطريقة أخرى تأخير يعني فرصة ما يعني لأنه صراحة يعني أنا مش فهمة بعد واحد الحاجة لش فقط الهلال هو طبعا الآن يمكن مفروض ما نقول مين أصيب نقول مين لم يصب صح سرنا بنحسب نحن اللعبين لم يصابوا نقول يعني إن شاء الله الله يشفيد المصابين ويعودون سليع الملعب حقيقة هو منذ الوصول الأول والإصابات اللي تم تشخيصها في المطار أكيد هناك أجواء يعني هناك لاعبين مخالطين هناك أجواء إصابات لكن خاصة إن كورونا وإصابة واحدة ممكن تأثر على مئة دب في مكان واحد الاتحاد الآسيوي مصر على تنظيم البطولة في هذا التوقيت ربما هي عقود يريد الانتهاء منها وعدم يعني بمختلف الظروف الاتحاد الآسيوي حاول حتى أن يكون مرن في بعض الأمور لأنه قياسا بالظروف التي تعرضها لها ولم يتعرض لها ولا أعتقد حي تعرض لها أي فريق آخر مستقبلا بهالعدد من الإصابات ستة وعشرين ما بين إداري ولاعب لاعب نعم نعم بعثة كاملة فتم التجاوز وتم السماح بلاعبين حراس اثنين احتياطين ومهاجم تم صداء محمد الشلهوب نعم ولكن البديل صغير سن البديل يعني ليس بمستوى الأساسي أكيد الحمد لله بس نحن دايما بنحكي أنه ما شاء الله يعني أنه الهلال دايما حتى ذكت الاحتياط كأنها يعني فريق أساسي نعم هو الهلال شوفين الآن متصدر مجموعته ورياحية وسيلعب مع أضعف فريق اللي لم يسجل ولا هدف في أربع مباريات ولكن الهلال لا يكتفي بأنه مجرد أن يتأهل الهلال حامل لقب صح أكيد طموحان ينضي لنيهان ويأخذ الكاس يعني وهو محتاج لعبين الأكثر جاهزية أكيد أكيد كابتن فوزي كيف ممكن يتعامل لوشيسكو مع هذا المباراة خاصة أنه الفريق يعني شهر خضره يعني شوي وضعه يعني مختلف ما سجل في متديل هو طبعا من حسن حظ الهلال لأنه هو خلاص يعني تغريبا أبو وسين أولنا خلاص صحي والفريق اللاعب ضده هو الفريق المزيل يعني ما أحرز هدفه فريق ضعيف أنا أفتكر طبعا مفروض يلعب حسب الإمكانيات بتاعته اللي هي تعادل بس يعني الليل وزي ما قال هو عايز كهلال وكبطل آسيا يصهر بمصهر يعني مصهر بطل أنا أفتكر إنه المدرب بيكون عنده برضو الأشياء من اللعيبة جدد برضو يطلع المباراة حتى تعادل ليس على الفوز لو ما فاز على الأقل ما يخسر يعني أنا أحيانا بخاف من الفرق اللي بتكون هيك خلصت ورايحة تحب تخلي صورة في الأخير في البطولة أو كأنها تستعرض خاصة إذا عطت الفرصة لأسماء يمكن عمرها ما لعبت في مثل هذه البطولات فكل واحد فيهم بيحاول يعني بالرغم أنه ما عندهم أي شي يخسروه أو يربحوه بالأحرى أنا ما خايف فنيا من الفريق الإيراني أنا خايف بدنيا لأنه هما شفناهم ويا شباب الأهلي ما أدهم شي فني كثير أنا أخشى من الالتحامات الهلال مش ناقص الصابات صح فهي هاي الخوف يعني أنا أتمنى من لعبين الهلال أن يتجنبون الاحتكاكات القوية حتى لو الكرة تركها أوت ولا تلتحم مع اللاعبين لأنه المفلس فنيا قادي يلجأ إلى التعويض طيب سلمان الفراج ونواف العابد تقريبا صار لهم أسبوع يعني لما أصيبوا بي الله يشفيهم جميعا لما أصيبوا بالكورونا هل ممكن نحن بنعرف أنه المفروض يعني بعد 12-14 يوم ممكن أن يسجل المصاب يعني سلبي هل ممكن أنه يلحقوا بمباراة اليوم الأربع المقبل هي الفترة القانونية 14 يوم حسب المتعرف عليه لكن أكيد في البطولات ربما تكون هنا فحوصات مسبقة إذا ثبت أن الشخص لديه يعني العينة كانت سلبية وهو جاهز بدنيا قد يلحق إحنا نتمنى أنه الهلال يواصل إلى 3 أكتوبر يعني العملية مستمرة واللاعبين المصابين ممكن يكونوا المؤهلين لتكملات ما بعد دور 16 حتى